وفي شقنا التحليلية الحديث عن ثاني مجلس وزري اليوم طبعا السابط تشرف بحضور ضيفي اليوم سيد الهواري تغريسي الأستاذ في العلوم الاقتصادية وكذلك النائب البرلماني وعضو في لجنة المالية بالبرلمان أهلا بك سيد هواري مرحبا صباح الخير إذن نتحدث اليوم عن ثاني مجلس وزاري يعقد لحكومة جراد الحديث عن العديد من القطاعات التي تم ذكرها أنا أوضح في خصوصي بعد هذه طبعا المجالات نتحدث عن مجال الصحة وغيره لكن خلينا نمر إلى فصل ثم نعود إذن تحية مجددكم مشاهدينا الكرام وتحية مجدد إلى ضيفي الهواري تغريسي الأستاذ في العلوم الاقتصادية وعضو لجنة المالية بالبرلمان نتحية مجدد لك سيد الكريم أهلا بك في حديث الصحافة شكرا بك الله في كبرك الحديث عن ثاني اجتماع كما كنا نشير منذ قليل القطاعات التي سيتطرق إليها هذا الاجتماع الوزاري تم توضحها في بيان سابق نتحدث عن نشاطات القطاعية مثل الصحة والسكن وكذلك الفلاحة لكن هناك كذلك الجانب الاقتصادي نتحدث عن التجارة والتجارة الخارجية المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة لو نفصل في درجة أهمية هذه القطاعات بالتعريج على مجال اختصاصك سيد الهواري وهو الاقتصاد والله البداية لزمان الأقل مهم جدا أن نلتقي سيد رأس جمهوري بحكومة جرات في هذه المرحلة لأنه مهم جدا ننتظر وكل الناس تقريبا تنتظر ما هي الانطلاقها وما هي القطاعات الحساسة التي سوف تتم طبعا انطلاقها ولويتها فالعمل نظن هناك قطاعات ليمكن أن الحكومة تنطلق فيها وخاصة أنه نعرف أنه خلال المئة يوم من استلام الحكومة ينتظر مواطن البسيط كثير من الإجراءات نظن تقريبا قطاع السكن عنده أولوية قطاع الصحة كذلك مهم جدا وبداية أن تشوفوا خاصة التفتيش الموجود خاصة في كل القطاعات نظن قطاع المؤسسات سغر المهم جدا وخاصة فيما يخص الانطلاق قد تعالي أنه مش موجود خاصة مؤسسات الناشئة الستارتاب والمؤسسات الحظينة كذلك كيف يمكن أنه التقليد هذا غير موجود في المراحل السابقة نظن طبعا على سيد وزير صناعة في الجنب هذا عمل كبير طبعا يقوم به بالوزراء اللي معاه كذلك فقط لازم نأكد كذلك بالنسبة لنشاط وزير تجارة مهم جدا ينتظر عمل كبير يقوم به خاصة فيما يخص التجارة الخارجية لأنه مهم لاحظه رقم كبير تقريبا فيما يخص الاستيراد وكيف يمكن أنه يعطي أولوية فيما يخص الصادرات وكذلك الرقابة بالنسبة للأسواق المحلية وهذا اللي نشوفه تقريبا كل سنة قبل رمضان نشوفه أمور كثيرة وخطيرة نوعا ما نظن كل هذه الأمور راح نشوفها من خلال طبعا إجراءات ومن خلال طبعا التأكيد على سيد رئيس الجمهورية فيما يخص مجلسي وزراء وخاصة في هذه المرحلة المعينة وبالحديث عن هذه الإجراءات نتحدث كذلك عن مخطط الحكومة الذي سيتم الحديث عنها عندما نتحدث عن مخطط حكومة وأن تأضر في مجال المالية نتحدث عن تكلفة معينة لهذا المخطط لو نذكر بالأرقام مثلا أنه من سنة 2000 إلى اليوم تقريبا المعدل المناسب الذي وصل إليه ما بين 250 مليار دولار في هذه الفترة هل لدينا الطاقة المالية حتى يكون لدينا مخطط حكومة أو مخطط خماسي على الأقل يغطي الأمال والتطلعات المطلوبة والله يشوف قبل ما نحكي عن المخطط الخماسي كنا نحكي المفروض نحكي على النموذج النمو الاقتصادي لأنه النموذج النموذ الاقتصادي كان موجود تقريبا من 2017 إلى 2019 للمرحلة نحضر فيها تقريبا كل المواضيع المهمة ما أشمع أنتها مع أنتها نروح لقطاع معين اللي هو قطاع رقمنا واللي نكد عليه أنه أول مهمة جدا وكبيرة وطبعا ثقيلة على الحكومة على إبن الحكومة هو رقمنا في كل تقريبا انقطاعات والثمن مهما يكون فإن النتيجة المرجوة ستكون كبيرة خاصة من قطاع المالية لما نجو قطاع المالية مهم جدا أنه نشوف أنه كان إشكالية وعب كبير نبدأ لعب هذا انطلاقا من نفقات الجبائية لما نقدر نعرف لحد اللحظة ورقام تبقى تقريبا خيالية لما نشوف تحصيل الضريبي طبعا تقريبا أقل من 18% لما نقول 18% ما أنت تقريبا 82% من تحصيل الضريبي ما قدرناش علاش بسبب الرقمنا اللي هي غير موجودة وأمور وحدة أخرى مشاكل أخرى موجودة في الضريبة ما أنت لازم أول أنا نظن قبل ما نحكو الرقمنا مهمة ولكن الإصلاح الضريبي في أول مرحلة مهم جدا لأنه المرحلة ما كانش عنا فائد كبير كما السنوات الماضية أكيد وأنت تحدث عن هذا في أصلاح الضريب نتحدث عن عجز في الميزان في الميزان التجاري عجز في الخزينة احتياطية الصرف كيف سنغطي كل هذه الأمور لا لا شوف فقط لو تشرحنا الوضع الحالي شوف المنطقة أن هناك عز في الميزانية وفي الميزان التجاري وعز قريبا في الميزان المتبعات قريبا 8 مليار متوقعة لأنه لما نشوف المتوقع والنهاية سنشوف رقم آخر في النهاية الإشكال في المرحلة الجاية لما نقول في بعض الحالات أنه يمكن اللجوء إلى استدانة جنبية مش بسهل مش سنوات الماضية لذلك لما نجي تشوف بعض خاصة لمؤسسات المالية ما عندهاش أموال كما كانت موجودة لما تشوف مثلا لفمي أنا شخصيا كانت عندي لقاء معهم تقريبا عندها أكثر من سنة وكان نقاش يدور حول كيفية من تسواب الاقتصاد الوطني كيف يمكن دعم فكريا وطبعا تنظيميا الاقتصاد الوطني ولكن يقول باللي حتى الأموال تعامل ما نقدرش نعطوكم ما عناش أموال وحتى الجانب هذا مهم جدا فقط أنه الإصلاح لازم يكون من داخل والإصلاح لازم يكون عميق أنا عندي ثقة في السيد الرئيس الجمهورية أنه الإصلاح خاصة هل هذا الإصلاح مرتبط بقاعدة مالية محددة أو يمكن تسيره الذي سينقض الفترة لا طريقة تسير طريقة تسير لأنه شفنا أنه في السنوات الماضية تقريبا نقدر نقول تقريبا سبع سنوات ماضية تقريبا كانت تسير بالبيلك بالعقلية تسير من العام لأنه كانت تتخذ قرارات في طبعا مجالة معينة كل قرارات اللحاسمة والمصيرية طبعا كانت تتخذ لحد اللحظة نظرنا مع السيدة رأس جمهورية مع الحكومة هذه رح تطينا فكرة واحدة أخرى كيف يمكن تقليص هذه النفاقات الغير إلزامية لأنه كان نفاقات لما نشوف تقريبا الوالدات كانت في السنة الماضية تقريبا 44 مليار دولار كذبيرة جدا لما نشوف أنه ملف مهم جدا فيما يخص تحويلات الاجتماعية لما نشوف تقريبا حوالي 17 مليار دولار تحويلات الاجتماعية وما يستفاج منها المواطنة المباسية هذا ملف هو أرقام أزمة تسير بالأساس أزمة تسير نقدر نشوف هذا الملف لما يقول نعاود وليه كذلك له مشكلة رقمنا لما تقول وعلاش ما تشوف الفئات الهشة اللي ينفروض هي ليستفاد من هذا وهي تستفاد من الفئات غير هشة يقول لك أنه الإشكال في الرقمنا وعلاش ما نديروش من الرقمنا أنا نقول أنه في بعض الحالات كنا نحتاج إلى قرارات سارمة لاتخاذ طبعا القرارات فيما يخص خاصة المواطنة البسيط تأخر 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 هذه القرارات هو الذي سيص أنا قبل نتبع فيك في الصحافة ونشوف فيك خاصة ممكن زيادة الماء شارعه في المرحلة في المرحلة الجاية ولمواطنة وإنقاسه لأنه حتى نضع الأمر في سياقه ولا نغلط كذلك الوزير ربما الإشارة أكثر شيء إلى نظر فيها بإعادة إنقاسه بنظر إلى وجود نسبة كافية من المياه فكرة فقط لأنه السيد الرئيس الجمهور يحكي لها نقطة مهمة وهي إعادة النظر وطبعا إعادة النظر خاصة فيما يخص العنصر البشري ونعطي له على الأقل قيمة مهمة جدا في البرنامج جدا لما نشوف أنه معدل تدخم في السنوات الماضية تقريبا كان بمعدل 5% وعشر السنوات تقريبا معدل القدرة الشرائيين خاضت بالنسبة المواطن 50% منطقيا ما نحتاج في المرحلة الجاية إعادة النظر في السلح من الأجور هذا ما أنت منطقية أنه تحدث عن المرحلة القادمة المرحلة القادمة متى تبدأ؟ متى يمكن أن نبدأ تقييمها كذلك؟ نبدأ من اليوم من اليوم ونبدأ لأن المرحلة الجاية لما نشوف أنه نهاية السنة ممكن تكون عندنا عسل ميزانياء وما عندناش ونغطوا العجل لما نحكوه ألا وشقنا في السندوق تقريبا 51 مليار دولار هي فقط طبعا القيمة متاحات ومثل نسبة استيراد لسنة واحدة فقط لكنها ليست حجة لعدم إنجاح برنامج معين لا لكن نعيد ونشير إلى فكرة تسيير ولسنا في أزمة المالية الخانقة لو نحدد درجة الأزمة اليوم أنا نقولها دائما أنا دائما متفاعل حتى يقولوا الناس بزفة مثال متفاعل أنه طاقتنا وإمكانياتنا كبيرة جدا مقارنة مع الواقع المعاشق فقط أنه طريقة تسير خاطئة كيف يمكن أن نصير صحية كل الموارد الاقتصادية أنا نشوف نقولها والله نقولها ممكن في كثير من الحالة منذ الاستيقلال ونحن ننهب في الأرض هذه وما خلاص الأموال هذه معنى أنه طاقاتنا كبيرة جدا يمكن لما نحك من واحد قطاع 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 تجارة نشوف كيف يمكن أنه تسوية قطاع تجارة نبدأ من الصادرات الوريد نبدأ القطاع هذا نبدأ نشوف كيف يمكن أنه تنقص نفقات لأنه كان نفقات غير ملزامة أنا نقول لك لما نحكي على الدابس خاصة رسم الإضافة المؤقت المهم جدا بعض المنتوجات اللي موجودة في الجزر والهدف منه أنه نحمل الاقتصاد الوطني والمنتوج الوطني بعض المنتوجات اللي موجودة ما زلنا طبعا نستردها أو نستوردها من الخارج وهي موجودة في الجزر وطبعا الناس تشكي تقول لك علاش أنه ما تدعمني بالدعمني أنه تحميني هذه الحماية اللي موجودة في الانتاج الوطني ونفضل طبعا جزء مهم جدا لما نشوف الفاتورة فاتورة كبيرة جدا فقط يمكن أنه نفضل خمسة أو عشرة أو ما يمكن تفضلوا في سنة لما نشوف قطع روح داخل قطع السيناعة مهم جدا لما نشوف قطع السيناعة نقولها هذا القطع بين قوسي خلينا نتكلم وتضرر لمدة طويلة والدليل ما شهدناه من حالة فساد وغيره يعني إعادة الهيكل كذلك ستأخذ وقت فقط تسير لما قلتيني فكرة تسير خصف لما نشوف الفساد اللي كان موجود في القطع هذا وخاصة من الأرقام اللي شفناها في المحاكم الأخيرا أرقام كبيرة جدا يمكن تحصيل هذا الجزء لكن تحصيلها على مدة زمنية كان فساد آخر فيما يخص قطع فلاحة فقط لأنه السيدة الرجل موري كان دعا خاصة فيما يخص نقاط مهمة وخاصة فيما يخص الفساد على الأقل في مرحلة أولى لما طبعا بوار فساد هذه نسدها الأموال تكون يمكن أنه سنسوي ثم المزانية التاعنا في نهاية السنة ثم يمكن الانتقال لمرحلة مرحلة مهمة مرحلة الانتعاش الاقتصاد اللي من خلالها أنه كثير من القطاعات المهمة اللي يمكن أنه تعطينا ويمكن أنه تصدر المنتوجات ويمكن أنه نتحقق نتاج معينة والدليل خاصة في السنوات الماضية لما نشوف أنه القطاع الفلاحي للناس ما تعرفش قطاع الفلاحي القيمة تعود قريبا الانتاج تعود تقريبا 30 مليار لما نشوف الانتاج الفلاحي موجود لما نسمع البطاطا اليوم 15 مليار فيه وتسوف ماش قادرين ما كانش حماية للمنتوج هذا مع أنتها كان مشكل كبير ما نش قادرين نحمو الانتاج الوطني لازم تكون عندنا نظرة بالنسبة لسياسة الوزراء باش نظرة حماية لانتاج وكيف يمكن طبعا تصدير المنتوج تعنا كيف يمكن وهذا دور طبعا مهم الخارجية أنه كيف يمكن إيجاد أسواق للنفاذ المنتوجات تعنا لأنه المشكلة ما نقولها أنا من آمن فكرة أنه مشكلة في الانتاج الوطني لكن الانتاج الوطني مشكلة تعنا كيف لأنه ننتج هذا العام ومبعد الأسعار تعهو مش معقولة ومعنديش حماية ومعنديش جعب العام الجهن عن قطاع الصناعة مؤخرا الإحصائية أشارت إلى تآكل النشاط الصناعي في القطاع الخاص بالنظر للقطاع الأمومي مؤشر اعتبره بعض المختصين أنه سلبي بالنظر إلى أهمية القطاع الخاص اليوم في اقتصاديات أي دونة متطورة هل هو يجب أن نقف عندها اليوم لا يشوف مهم جدا خاصة الفكرة موجودة من قبل خاصة فكرة لما نشوف النموذج إنه كان عندنا نموذج اقتصادي مهم جدا لما نشوف نقرأ النموذج هذا نقول هذا إبداع فيه والله لما تشوف الخريطة السياسية في المراحل السابقة نظن 2017 2019 ماذا تعني بإبداع الأفكار التي موجودة في النموذج الاقتصادي على الورق يعني على الورق كيفية طبعا الانطلاق للنموذج تحكي قطاع الصناعة كان مفروض في هذا النموذج يكون من 5% لقطاع الصناعة الحاليا يمثل تقريبا 55% من البيبي والمرحل الجاية يقدر نوصل إلى مستوى 10% ولكن كثير من العلاقات والعلاقات الموجودة خاصة فيما يخص مناخ الاستثمار كارثي في الجزال مناخ الاستثمار بالنسبة للخواص بالنسبة للخواص لكن وجدنا المعايير التي احتكم إليها في اختيار من يسير القطاع الخاص والله نتمنى نشوف الواقع رح نشوف في المرحلة الجاية كيف يمكن طبعا تطمين القصة فيما يخص القطاع الخاص نقول خلوني نقول فكرة مهمة جدا موجودة في الشارع والشارع كله يبلغها تخوف من الاستثمار في المرحلة الجاية مع أنت العدم وجود استقرار الفضائح الموجودة كلها التفساد اللي موجود خلى نقول لك خلى نسبة الانتاج في القطاع الصناعي تنخاف تقريبا 40-50% وكل المستثمرين في القطاع الصناعي متخوفين متخوفين ما وش عارفين ما متخوفين من الغد هل يمكن طبعا توقف الاستيراد لمنتوجات هل ممكن أنه نصدر هل ممكن نقدر نبيع هل ممكن ما عندهم مش اليقين اللي موجود لازم استرجاع ثقة المواطن واسترجاع ثقة المستثمرين خاصة الجزائرين نقولها في كثير من الحالات أنه نسمع خاصة فيما يخص الاستثمار الخارجي يجب أن يكون الاستثمار الخارجي مهم جدا ولكن يجب أن يكون كبير جدا مش اللي يجي في الاستثمار الخارجي نقبل لا الأرقام يجب أن تكون طبعا جدا ولكن رغم ذلك كان إشكالية اللي هو مناخ الاستثمار في الجزائر طبعا قانون الاستثمار في الجزائر يجب أن يأتي النظر وهذا ما يعود خاصة على وزير السيناعة خاصة وعندي ثقة في سيئة تعليل أنه رح يعود عادة النظر خاصة في مناخ الاستثمار في الجزائر كيف يمكن أنه حتى المواطنين المحليين مقادرين يستثمر في الجزائر لما طالب بقطعة أرضية طبعا القعقار السيناعي لازم لك إجراءات ولازم لك كذا ولازم لك محابات ولازم كذا لازم تكون عندنا شفافية خاصة فيما يخص الاستثمار مدام تحدثت عن الاستثمار في الأولى الأخيرة كانت هناك زيارات لديبلوماسيين أجانب نتحدث عن آخر زيارة لوزيرة الحكومة الإيطالية جوسي بي كونتي التركيز الإعلامي وتركيز السياسي كان على ملف ليبيا لكن خلف الكواليس هناك ذلك الحديث عن مجالات التعاون الاقتصادي هذه النقطة في تنويع الجزائر في علاقاتها كذلك كيف تنظرون إليها شوف خلينا ننظر من منظور جزئي بسيط فقط أنه العقلية اللي موجودة في الاستثمار في الجزائر وخاصة التقليد اللي موجود في الإدارة ما يسمحش بالاستثمار في الجزائر أنا أقولها من اللي تمشي لكنه درنا فكرة تعلقية شيئينيك وما نحج رغم ذلك درنا فكرة تعلقية شيئينيك طبعا ما سمحتش باش يكون عنها استثمارات كبيرة أنه لما يستثمر وين يستثمر أي قطع يستثمر لما قلت لك فقط استثمارات الكبرى اللي ما تخضعش طبعا العلاقات اللي بيروقراطية هذه اللي موجودة في الولايات ولكن استثمارات المهمة البسيطة ولكن مهمة لأنه عندها قيمة بالنسبة للمواطن البسيط كيف يمكن تحقيقها لما نشوف أن الفكرة موجودة ولكن نقول لك حاجة بمناخ الاستثمار هذا بعد حين راح يروح هذا المستثمر حتى بالنسبة للأجان مهتمين بسوق الجزائي شكرا نقول لك حاجة مؤخرا صراط ضجيج كبير خاصة على القانون الاستثمار فيما يخص قطاع الطاقة من فعل هو الذي يعد قطاع سيادة وانا من الناس كنت نقول أنه التوقيت غير مهم يجيب طبعا راح نتاخ ورئيس جمهوري في المرحلة الجاية ثم نقوم بالدور ولكن خلينا نقول أنه مناخ الاستثمار في الجزائر أصبح غير جذاب في المراحل خاصة في خطاع الطاقة لأن الأرباح اللي يمكن تحصيل عليها في بعض الخاص المناطق والمناطق اللي بجاورنا فقط لما نحكي على مصر لما نحكي على طبعا الأفريقية الغربية لما نحكي كثير من الدول أصبح طبعا الاستثمار بالنسبة لهم محفز جدا للدول المستثمرة بالنسبة الجزائر درنا هذا الإجراء على الأقل أنه كان الهدف ما قد ما نلقي ناش يكون يستثمر في الجزائر نقولها بكل صراحة ما كانش ليستثمر في الجزائر ضروري أنه نحضر مناخ استثمار من خلال قانون الاستثمار ثابت وطبعا كثرة القوانين تقتل القوانين هذا اللي كان إشكال في الجزائر طبعا بين بين ليلة ونشعف ومن ذلك تسبب إشكال واحدة أقول لها قانون تبدل عدم وجود استقرار الحكومة اللي فات خاصة والبرلمان قبل خاصة المادة مهمة جدا نظر المادة مئة وثمانية من القانون المالية الـ رغم النقايص اللي انفروض جبها وجبها وزر المالية ولكن مهمة جدا من الاستقطاب خاصة فيما يخص عمليات الإستثمار وهذه ولو أنه بين قوسين خلينا أنت سيد الهواري من مشجعية الاستثمار لكن هناك نقاط صوداء كذلك ربما من ناحية الأمنية ومن ناحية السياسية أنه عندما تكون بلدك فيها استثمارات أجنبية كبيرة ممكن أنك تأثر عليك على المدى البعيد خاصة في القطاعات السيادية أنا قلت فقط قلت مهم جدا أنه يجعل الاستثمار الأجنبي القطاعات الكبيرة من الناس أنا نقول لك حاجة كثير من الجزاليين حابين يستمروا ولكن من القوش من القوش وهذا مهم لازم نحدد أوليبيات قطاعات لازم نقول للناس روحوا سستمروا في القطاع هذا وهو الركيف يمكن هنا تكون تحفيزات تحفيزات نعطيها لما نعطي لأن الرقم هو مخيف جدا لما نشوف النفاقات الجبائية معنا التحفيزات اللي موجودة خاصة فيما يخص بعض القطاعات أرقام خيالية وكالناس اللي معنهم مش علاقة بهذه التحفيزات دودة وتحفيزات المرحلة اللي فاتت أكيد وهنا ربما نعود ونتحدث عن ما سيحصل اليوم في المجلس الوزراء أن المؤسسات الناشئة ضمن مخطط النقاش والاجتماع كذلك خلينا نقول أنه في بعض دول قوية اقتصاديا تقريبا تمثل المؤسسات الناشئة ربما منها من الاقتصاد تقريبا قيمة طبعا كبيرة جدا مهم جدا ولكن الفكرة مش طبعا ما زالت تقريبا مش موجودة عن المجتمع ككل كيف يمكن أو كيف هما التحفيزات اللي يمكن نعطيهم المؤسسات الناشئة كيف يمكن إنشاء هذه المؤسسات الناشئة لماذا ننشئ المؤسسة الناشئة في أي مجال يجب أن ننشئ المؤسسة الناشئة كل هذه المعلومات طبعا غايبة أنا كاقتصادي في بلحلة غيب لي وأنا أسألك لأنك نائب برلماني لأن وصلنا تقريبا لختام هذا الحديث الصحافة فيما يتعلق بالبرلمان هل لديه القدرة التقنية وكذلك من ناحية الاقتصادية فيما تعلق بمخاطط الحكومة ربما أنت من الأشخاص الذين يملكون خبرة وخلفية اقتصادية لكن هل البرلمان الحالي يملك هذه القدرة؟ البرلمان الحالي فيها تقريبا سبعة رؤساء جميعات وكثير من الدكاترة وكثير من اختصاصيين لما نحكي على طبعا كثير من طبعا ولكن يبقى أنه هناك مجموعة كبيرة لمحسوبة خاصة في النظام السابق وجابوها طبعا تعرفوا اختيارات كيف كانت ولكن الكفاءة موجودة وقادرين يعطوه طبعا إن لم تكن إملاءات هذه كانت لأنه كانت في الماضي اللي كانت ما كانش البرلمان غير الكفة كل النظام الجزائري كان يخضع لإملاءات كانت الحكومة لإملاءات والولي لإملاءات والشاف دارة طبعا لإملاءات والبلدية لإملاءات وحتى احنا جزء من هذا النظام كنا طبعا نتحمل السؤولية هذه وكانت عندنا قدرة كبيرة ونقول لك من بين البرلمانين باختصار اللي عانيت في المراحل السابقة لأنه كنت ننتقد ولما أول مداخلة انتظن في البرلمان نحكي على التمويل غير تقليدي قلت أنه خاطر وسوف يجر البلد تعنا إلى طبعا وهذا سنشوفه اليوم النتيجة كنا قلنا ولكن في بعض الحالات تخضع لضغوط كبيرة مورسة على البرلمانيين في المراحل السابقة نظن أنه رح تشوفه مستوى النقاش نظن أنه كانت نقاش خاصة بعد 22 فبري كل نقاش كانت في المستوى نظن إلا كان حراك هذا طبعا حرر طبعا الرئيس الجمهورية حرر كذلك البرلمان ورح تشوفه طبعا مستوى من النقاش طبعا ستكون للمتابعة سيد الهواري تغريسي رسالة في الاقتصاد وعضو اللجنة المالية بالبرلمان جزيلة شكرا لك على الحضور مشاهدنا الكرام بهذا أصل لختام حديث الصحافة لنهار اليوم شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر